مساء الخير النهاردة أنا عاوز أكمل الموضوع بتاع ماذا يحدث في أمريكا بسبب الكورونا فيروس للأسف في فيديوهات لمصريين والعرب بعض منهم معروفين في شخص كنت أحب أن أتفرج عليه هو أسهم من الأردن أعيش في تاكسس وصحفي كان يعني عامل كان فيديو عاوز يعني يتفشخر انه شوفوا احنا قاعدين في المنطقة اللي احنا قاعدين فيها ومفيش يعني ايه بعير الناس اللي في مصر نشوفوا احنا حالنا أحسن منكم هذا الأسلوب بيذكرني بالرجل المخبول اللي كان من سنتين وده اللي خلاني أبتدي أعمل الفيديوهات كان من سنتين كان بيحطت الفاتورة وبيقول شوفوا احنا الحكومة دفعت لي حق الأكل اللي انا رحت اشتريه وقالوا لي انت عشان كنت مسافر ومشاو كامل فاضي وفي فيديو تاني اللي واحد ما عايفش اصله ايه لبناني ايه برضو عايش هنا وبالبيجاما ومش عايف ايه وبيقولك احنا ترامب هيدينا مش عارف كام وهيبعت لنا كام وبردو وان الحكام العرب بيعملوا ما بيعملوش ولكن فيه ولد شاب شعف اسمه محمود ولا واحد صاحبي حط اسمي علشان على الفيسبوك تحت الفيديو شفته لقيته بتكلم مضبوط طبعا لما واحد بتكلم مضبوط معظم المصريين بيستغربوا ان مش دلوا اغدين عليه يعني قليل من المصريين اللي عايشين بالذات في امريكا اللي بيظهروا الحقيقة او بيقولوا الحقيقة احنا وغدين على اللي بيبقى وبالذات لو طالع من بيا اي كلام بيجي على امريكا بينشكح بالحالة فبيرجع بقى مصر بالبايب بقى واحنا عندنا البطيخة مش عارف ازاي والعنى بقى البطيخ والبتاع وكامل فاضي ده انما باختصار امريكا في ازمة حقيقية زي ما قلت في الجزء الاول في كل حاجة نبتدي بالطب انا ذكرت في عجالة المرة يفدقى الآن في ازمة حقيقية اكتر في الطب لان انت عندك ازمة في المواد بتاعت حماية الاطباء الماسكس الكمامة والمريالة اللي بيلبسوها لان لازم معروف يعني اللي دخل مستشفيات هنا او باي حتة بالذات لما بيبقى في مريض وده حتى لو مريض واحد عنده مرض معدي جامد لازم الاطباء والممردين لو دخلين يكشفوا عليه او دخلين يغسلوه او دخلين يأكلوه او دخلين بيتعاملوا معاه باي شكل كان لازم يبقى لابسين مريالة عاملة زي البلط بتاع المطر حاجة كده بيبقى بلاستيك وبسويرة كده ويعني او بيتغطي جسمه يعني معظم الجسم يعني من فوق لتحت غير الكمامة وغير الجوانتي وغير كده ده مش موجود وشوية المستشفيات اللي لسه عندهم قربوا يخلصوا ومش معروف هتجي لهم امتى لان معظم ارجع تاني واقول الحاجات دي كانت بتصنع في الصين هنا في ازمة صناعية ما فيش الحاجات دي لم تصنع هنا عندك الهانسانيتيزر بتاع يعني كان يعني انا ما كنت والدتي لسه وانا ما كنت في المستشفى من سنتين ومحب احكي الحكاية دي حصلت لي مشكلة بسبب عملية الزايدة انا عدت في المستشفى 10 ايام بسبب عملية الزايدة اللي الزايدة في مصر بتتعامل زي الليوز هنا حصلت لي بسببها ويعني ان مش كل حاجة الوردية هنا ومش كل حاجة perfect زي ما الناس المصريين المنشكحين اللي بيقدموا صورة خاطئة عن ما يحدث هنا طيب الهانسانيتيزر مفروض جنب كل باب تدخل في الهانسانيتيزر بتدوس بينزل بتخسل ايدك وانت داخل وانت خارج علشان لانت تعدي المريض يعني افرد الدكتور ده هو عنده البرد حتى لو برد وداخل على واحد لسه طالع من عملية المفروض الدكتور يحمي المريض من البرد بتاعه طبعا مش هيقدر مثلا ياخد اجازة قوي لانه طب والمرضى بتاعه فمن مفروض انه بياخد يعني هو علشان يحمي نفسه و علشان يتحمي ايضا من لان المرضى اللي موجودين في المستشفى دولا لو داخلين عندهم مشكلة في القلب عملين عملية عندهم اي انكان بيبقوا جسمهم ضعيف وعنده المناعة ضعيفة ممكن اي حاجة تعملهم مشكلة فلازم يبقى في حماية ليهم باكبر قدر ممكن من الدكتورة ومن الممرضين ومن اي واحد بيدخل عليهم من الزوار من كده فالمفروض اي واحد بيدخل هيسلم عليهم هيكشف عليهم بيدوس على البتاع بيخسل ايده علشان لو عنده جرسيم تموت الساني تايزر دي مش موجودة فاللي داخل على المريض داخل ب يعني كده يعني ربنا هو اللي يحميهم يعني بالبركة داخل بالبركة يبقى هنا مفيش كمامة مفيش هان ساني تايزر مفيش المريالة اللي المفروض يلبسها ففي مستشفيات قرار بتخلص داخل مستشفيات قرار بتخلص داخل عندك مشكلة في جهاز الفنتليلر الفنتليلر ده ده الجهاز اللي بيبقى فيه بيطلع منه خرطوم بيدخل البني آدم بيتنزل عريقه هو اللي بيعمل التنفس الصناعي المريض اللي مش قادر يتنفس بيبقى حياته على كافة الفنتليلر دي يعني مش حتى على كافة عفريت يعني عفريت ممكن واحد كده يمشي لو فنتليلر مش موجودة رأي جدا هيموت او الستة دي هتموت في أزمة فنتليلر وايضا هذه الفنتليلر كانت بتصنع في الصين وبيدوره على حد يصنع غيرهم فيه شركات دلوقتي يبتدوا بيعملوا زي جي أم ولكنها بذيه شركات بتاع عربيات فعلى بل ما تبتدي تعمل المكان بتاعها او تفهم حتى وحتى كان فيه ريبورت قريته قال لك المشكلة ان ان الشركات دي صناعت الجهاز بتاع حاجة طبية يعني حتى لو ميكانيكيا فيه تشابه بين الحاجة بس الغرض مختلف فيه حاجات تعقيمات في المواد اللي بتصنع بيها كمان انت انا مثلا بتصنع الموتور مش عارب بالألمونيا هنا المفروض الجهاز يصنع بحاجة تانية لان لازم تبع حاجة فيها التعقيم افضل عندك ازم الدكاترا فيبتدوا الوقت يدوروا على الدكاترا اللي على وتفوش تخرج يخرجوهم او اللي جايين من بلد تانية بدل ما عملوا امتحانات ومش عبقه هب يجعله يشتغل ويبقى دكتور ويعتمد يبقى دكتور في الزمن طويل كان خطوات الواحد يبقى عنده الشهادة عشان يبقى يمارس الطب هنا كان صعب جدا لأسباب مادية والأسباب لان فيه مجموعة من الناس كانوا بيحتكروا المجال ده انت برده هتجيب ناس في الوقت الحارق دون ما عندهم مش فكرة عن بطيخ وتقول لهم انزلوا حياة الناس ده تبقى في ايديكم دي مشكلة خطيرة دي قزمة خطيرة دي قزمة خطيرة عندك قزمة ممرضات وممرضين لحد بقى لهم يمكن عشر سنين في امريكا بيعتمدوا على الممرضين اللي من الفلبين وبيجبوهم من الفلبين وبيدوهم فييز وبيدوهم جرين كارد وبيقعدوهم ومع هذا في ازمة ممرضين ازمة الناس اللي بتشغل الاجهزة والحاجات دي بيبقى تكنيشن واخد اربع سنين دارس ازاي يتعامل مع بدارس الجهاز التنفسي ودارسه يقدر عشان يطلع البلغم ودنيا تانية فبعجالة كده عشان نخلص الموضوع بسرعة الآن كل ده بنتكلم فيه فقط حوالين المستشفيات والأطباء والموارد والمواد اللي بيستعملوها الأطباء ايضا انت عندك شوية وهيبقى فيه ازمة قوة في المستشفيات فالآن احنا لسه ما تكلمناش لا على الازمة الاقتصادية ولا على الازمة الانسانية ولا على اي ازمة اخرى نحن نتكلم فقط على ازمة معينة هي ازمة الدكاترة نقصان دكاترة نقصان المسكات نقصان حاجات التعقيم نقصان نقصان في القسم ده كل حاجة نقصة فما تجيش تقول لي ترجع وتعاير الناس وشوفوا احنا عندنا وانتوا عندهم نقوش لان احنا في ازمة فلاش تعاير لان ممكن انت تبقى بعد كده في المستشفى ومرمي هنا في امريكا ومش لاقي حد يعالجك او تتعالج غلط او يقولك موتوه علشان ندي الجهاز لحد تاني لانها هتوصل لمرحلة زي كده فبلاش واقلوا